بيبدأ المسلسل مع أنه ست في التلاتين من عمرها مطلقة وكان عندها بنت واحدة وتوفت من ثلاث سنين بسبب حدث حصلت وفي الوقت ده بتظهر أنه وهي قاعدة قدام الشباكة العيدة فبتلاقي كارول جاريتها بتوصل ولادها للمدرسة فبتندع على بنتها إليزابيث عشان ما تتأخرش وبيظهر أنها بتتواهم بوجودها وبتوصل أنه على المدرسة بلبس البيت وده بيخلي كل الأمات يتكلموا عنها وساعتها بتوقفها كارول وبتطمن عليها وبتعرفها أن الصديق جوزها سكوت عايزة شوفها وأن المفروض تخرج من عزلتها وكل اللي عليها تلبس فستان جديد وتحط ميكاب عشان تعجبه ولما بترجع أنا على البيت بتتفاجئ بأن في جران في البيت اللي قدامها سكنه فبتدخل وبتفتح كحولة الشربه وبتقعد قدام الشباك والمراضي بتدخل على أميل جوزها دوجلس وبتلاقيه ما نزلش بوست من ساعة طلقهم لكن ساعتها بتشوف فيديو لفرحهم وقت دي كانت مبسوطة في حياتها معي وبتشوف جارها وبتعرف أن عنده بنت صغيرة وبين عليهم أن معها مش موجودة معيهم وبعد لحظات بتتصل عليها سلون صديقتها المقربة ودي بقى بتحبها جدا ووقفها جنبها من ساعة مشكلتها فبتعرفها أنها تفتح معرض لللوح قريب وكانت عايزها ترجع للرسم من تاني وتحط لوح من لوحاتها في المعرض فبتقف أنا قدام اللوح اللي رسمها وبتشوف قدها كانت موهبة في الرسم وبليل بتجهز أنا للمقابلة وبتلبس فستانشي جدا ووقتها بتدخل قودة بنتها إليزابيس واللي بتكون قاعدة على الأرض وبتلعب بلعبها فبتسألها أنا عن رأيها في لبسها وبتقولها أنها كانت ناوية تقعد معها بس خايفة لكارول تزعل وبتعرف أنها بتحبها لكن بتلاحظ أن إليزابيس ما بتردش عليها فبتسأل عن السبب فبتقولها أنها ميتة وبنعرف أن أنا دايما بتتخيل وجودها ومش مقتنع أبدا أن بنتها ميتت وعلشان كده بترفض تخرج وبتدخل الحمام تاخد دوش لكن بيجي لها رسالة من كارول وهي زعلنة جدا بسبب أنها مراحتش المعايد بس ساعتها بتحس بصوت جاي من المغزن فبتخرج بسرعة من الحمام وبتحاول تعرف مصدر الصوت ولما ما بتلاقيش حاجة بتقعد قدام الشباك وبترجع للشرب ووقتها بيظهر قدامها الجار الجديد وهو بيغير يدومه فبتبص عليه وبتروح في النوم وفي تاني يوم بتسحق أنا على صوت جرس الباب وبتلاقي جارها بيقدم لها ورد نسمه نيل وعنده بنت اسمها اما ومراته توفت من سنتين وبتشوف الوردة وبتعرف انه منسلون وبعد اللحظات بتروح أنا المقابر وبتزور اليزابيس وبتحكي لها عن جيرانها لسكنه قدامها وبتعرفها ان عندهم بنت من سنها تقريبا ولما بترجع البيت بتشوف اما قدامها وبتقول لها انها بتبيع شوكولاتة لمدرستها الجديدة فبتوافق انا تشتري منها خمس علب وبتطلع تجيب الدفتر من قودتها وبعدها بتعرف من اما ان ابوها اكله مش بيعجبها وشايف ان المبخ ضيق جدا وبتحكي لها نمها ميتة وعلشان اما تفرحها بتارد عليها انها تعمل طاجن رز بالفراخ وتقدمه لها بمناسبة وجودهم في الحي وبتطلب منها نوع شوكولاتة معين فبتعرفها ان كارول اشتريت الكيمية كلها وبتتفق اما مع انا انها واحدة انتهازية وتصرفاتها مش بتعجبهم وبعدها بشوية بتعمل انا الطاجن وبتروح لبيت نيل تقدمه لكن ساعتها المطرة بتمطر فبتخاف انا جدا وبيظهر ان عندها رهاب من المطر من بعد موت بنتها فبيققى الطاجن منها على الارض وبيقوم عليها ووقتها بيلحقها نيل وبيدخلها بيتها وهناك بتتأسف له قانها وبتقوله انها بتخاف جدا من المطر وان الطاجن واقع منها وملحقتش تقدمه فبيقولها انه ملاحظ ان اما ما بتحبش اكله وبيقعد يحكي لها عن مراته وانها غرقت في البحيرة واما شافت الحادثة بعانيها وعشان كده بيحاول يعوضها وفي وسط الكلام ما بينهم بيشوف نيل رسوماتها وبيعرفها ان امراته كانت بتحب الفن التشكيلي جدا وبيعيزمها تيجي تزورهم فبتقوله انها تحضر له طاجن تاني بدل اللي تكسر وبتعزم عليه يشرب اهوة معيها لكنه بيرفضوا بيقولها ان اما مستنية وبينصحها ترجع من تاني للرسم وبيمشي وفي اللحظة دي بتطلع قانها للمغزن وبتدور على الوانها وسكنت الرسم لكن فجأة بيخرج طائر صغير وبيطير حواليها فبتتراب من الخوف وبتجري تاخد الدوة بتاعها وبعدها بتقعد قدام الشباك من تاني وهي بتقرأ كتاب وبتتفرج على نيل واللي بيظهر وبيمارس الرياضة فبيدرك انها بتبص عليهم ما شالتش عنها من عليه فبيروح لها وبتخاف جدا اول ما بتشوفه لكن ساعتها بيقرب منها وبيحصل علاقة ما بينهم وبتسحقنها وبتكتشف ان ده كان حلم بالنسبة لها جاهز انها تجن الفراخ وبتروح على بيت نيل وبتقدمهوله فبيعزمها تقضي اليوم معهم وبيظهر انها مبسوطة جدا بالوقت لانها اول مرة تضحك من قلبها بعد طلقها ووفات بنتها ووقتها بتقول ايما لابوها ان عندها رحلة في المدرسة وبتطلب منه يكون معيها فبيقول لها ان ان مامتها دايما كانت تروح معها الرحلات وبتقوم ايما وبتجيب كراسة رسم بتاعتها وبتفرج انا على رسوماتها وبتقول لها ان الوانها ما فيهاش اللون لاغضر اللي بتحبه فبيقول لها نيل ان ده وقت النوم فبتطلب منه يحكي لها قصة قبل ما تنام فبتسأذن انا نهالت نايمها وبعد ما بتنام بتقول لنيل ان بنته محبوبة جدا واستمتعت بالوقت معيها فبيقدم لها الطوجن وبيقولها انه غسله وقبل ما تمسكه انا بيقع من ايدها وبيتكسر فبيقرب نيل منها وبيمسك ايدها فبتتكسف جدا وبتقوله نعم واضطرة تمشي وبعدها بتظهر انا في سريرها وبتقرأ كتاب المرأة في البحيرة وبتفكر في نيل فبتبعت له ايدة على الانستجرام وبتنام لأول مرة من غير ما تحلم بكوابيس لكن ساعتها بيظهر شخص متخفي وبيظهر انه ساكن في المغزن وفي تاني يوم بتصحى انا من نومها وبتقدر تلاقي اللون الاخضر من ضمن الوانها وبتاخده عشان تديل ايما لكن بتتفاجئ لما بتشوف مضيف الطيران داخل ايا كمان نفس البيت وبتعرف انها حبيبة نيل واسمها نيسا وبتقولها انه حكلها كل حاجة عنها وعن صهرتهم ليلة مبارح فبتاخد الالوان من انا واللي بتلاحظ ان ايما ونيل بيحبوها جدا فبتفتكر قالتها وبتزعل وبترجع على بيتها فما بتلاقيش ازازة كحول موجودة فبتضطر تنزل تشتري من السوبر مارك لكن وقتها بتسمع كارول وهي بتتكلم عنا مع صاحبتها وبتعرفها انها مدمنة كحول ورفضت معاد مع صديق جوزها ومش بس كده دي كمان فرضة نفسها على جارها الجديد بالرغم من انها عارفة انه مرتبط ومبسوط في حياته فبتزعل انا جدا من كلامها وبتمشي لكن وهي في طريقها للبيت بتتفاجئ بنيسا وهي بترمي الالوان اللي جايبها الامة في الزبالة فبتتخال انها بتخبطها بالعربية لكن بتفوق من تخيولاتها وبتنزل من العربية وبتسألها فبتعرفها ان الالو ريحتها وحشة جدا وهي عندها حاسية منها فضطرت ترميها فبتركب امها عربيتها وهي طائم للغيز ولما بترجع البيت بيتصل بها الدكتور النفسي وبيسأل عن حالتها فبتقوله انها قربت تتجنن دايما بتسمع اصوات في المغزن وبتشوف اليزابس كده كزا مرة قدامها فبيقولها ان البيت اللي ساكنة فيه قديم وطبيعي تسمع فيه اصوات اما بنتها فده نتيجة الصدمة اللي اتعرضت لها وبينصحها تاخد الادوية بانتظام وتبطل شربك حل لانه بيفسد م الادوية مش بتملها حاجة وبتحكيله عن تخيلها بانها تقتل جارتها فبيطلب منها تهدى وتجيله العيادة فبترفضه بتقوله انها ما تقدرش تسوق لمسافة طويلة وده لانها بتخاف من المطرة فبيقولها انها بتخاف بسبب الحدسة اللي حصلت وبيطلب منها تحكيله اللي حصل في اليوم ده وبترجع عنها بذكرتها وبتفكر وقت ما كان دوجلس راح الشغل واخد اليزابس معاه وفي اليوم ده المطر كان بيمطر ولما وصل الشغل كان يومها بيحقق مع قاتل متسلسل والبنت دخلت مع التحقيق و كان القاتل قتل واكل اكتر من 30 شخص وقبل التحقيق ما يبدأ نادها عليه رئيس النيابة فخرج بسرعة وقفة للباب ونيسي خالص ان اليزابس موجودة ولساعتها هاجم القاتل عليها وقتلها وكان عندها 80 وقتها وبتفوق انها من ذكرياتها وما بتقدرش تستحمل تتكلم في الحكاية دي وبتقفل المجالمة وفي لحظتها بتشوف نيسا وقفة في الشباك لكن بتستغرب لما بتشوفها بتتكلم في تليفونين في نفس الوقت وبتتأكد ان في حاجة مخبيها ولازم تعرفها ووقتها بيقبل نيل القاد فبتدخل الاكاونت بتشوف صور ليه مع نيسا وبتدخل ايميلها وبتلاقي كل الصور ليها ودايما مبتسمة وبتضحك وبيقطع تفكرها سلون فبتحكي لها عن نيل وايمة ونيسا اللي ظهرت في حياتهم فجأة وبتقول لها انها شكة فيها وده لما بتشوف الاكاونت معلق عندها دايما وبيبهن من اسمه وتجر مخدرات او مش مصبوط فبتستغرب سلون كلامها وبتقولها ازاي تقضي طول وقتها قدام الشباك بتتفرج على الجرين وبتفكرها انها رسامة شاطرة ولازم ترجع ت بترسم من تاني وفعلا بتنفذ انا كلامها وبتطلق اللوحة والالوان وبتبدأ ترسم الوارد اللي اشتريته ليها لكن بعد ما بتخلص اللوحة واللي بتكون جميلة جدا بتشغبط عليها وبتقطعها وبتاخد سكنة الرسمة تغسلها بس ساعتها بتشوف كارول بتتكلم مع جويل عمل التصليح فبتفكر انها بتتكلم عليها فبتخرجها متعصبة ومسكة سكنة الرسمة في ايديها وبتحذرها لو تكلمت عنها او جابت سريتها مع اي حد من الجران او صحابة فبتخاف كارول منها جدا وبتقولها انها بتاخد الظرف اللي اتبعت لسكوت مش اكتر فبتحاول انا تعتذر لها لكنها بترفض وبتقولها انها من النهاردة هتبطل تتعاطف معيها وبتسيبها وبتمشي وبعد شوهية بتزور انا بنتها في المقابر وبتحكي لها كل حاجة حصلت معيها وانها شايفة نفسها بتنهار ومفيش حد حاسس بيها ووقتها بتلاقي الجو بيمطر فبتركب عربيتها بسرعة وبترجع عالبيت قبل ما المطر يوصل لها وبتقعد قدام الشباكة العادة وبتتفرج على نيسا وساعتها بتلاحز ان ياريكس الشاب اللي تعرفه نيسا ما قبلش القد بتاعها وده طبعا مش شكل الاكاونت اللي كله بوستاتها عن الورد والرسم فبقرر تتصور صور جريئة وتام الاكاونت جديد عشان يقبلها وفعلا اول ما بتبعت له بيقبل صداقتها وبتتفاجئ لما بتشوف صورة لي منحرفة مع نيسا من خمس ايام وبالليل بتظهر انا وهي بتحضرها مشروب وبتقعد قدام الشباكة لكن ساعتها بتتصدم لما بتشوف نيسا وقفة قدامها وهي مدبوحة من رقابتها وبتقعد على الارض فبتنهار من الص صدمة وبتتصل على اسم الشرطة وبتبلغ عن اللي شافته وما بتقدرش تستحمل لما يوصله وبتخرج من البيت بسرعة تلحقها بس السوق الحظ بتخاف من المطر وبتقى في نص الطريق وبيغم عليها وفي الوقت ده بتتنيل انا على بيتها وبتنام على الكنبة من شخص مجهول واو لما بتفوق بتلاقي الشرطة في بتنيل فبتخرج بسرعة وبتسأل عن نيسا فبتقابلها المحققة وبتعرفها ان ما فيش حاجة من اللي شافتها مظبوطة وان نيلي استغرب جدا من وجودهم وبتعرفها ان نيسا سفرت مش ت قتلت واكدت وهمت بالوشاح الاحمر اللي بسعلى رقابتها وفكرته دم خصوصا بعد كمية الكحول اللي بتشربها فبتحاول تشرح لها انها شافتها لكن لاين بترفض تصدقها وبتقولها ان الاحسن تنام وتحاول تفكر في طريقة تعتذر بها من نيلي وبتمشي وفي تاني يوم بتزور انا نيلي وبتقوله انها شافت نيسا مدبوحة قدامها فبيقولها انها سفرت واكد ادمانها للكحول هو اللي اثر عليها حسب كلام كارول معي وبيعرفها انه لسه مكلم نيسا وبلغته نها في المطار فب تطلب منه تليفونه وتتأكد من كلامه وبتتصدم لما بتشوف الشاتل ما بينهم فبتقوله انها محتاجة تدخل بيته وساعتها بيدقنيل من طرقتها وبيقولها ان بنته ترعبت لما شافت الشرطة موجودة وبيطلب منها تبعد عنه وعند بنته وبيدخل وبيقفل الباب فبتشوف كارولو بتروح لها وبتسألها لو سمت حاجة باللي حصل فبترد عليها بان بسببها ابنها صحي مفزوع من نوم وبعد ما سمع صوت عربية الشرطة وبتقولها ان الاحسن تروح لدكتور نفسي يمكن يعالجها من الاوهام اللي بتشوفها فبترجع انا عالبيت والمرة دي بتقرر تدخل بيت نيل غصبا عنه وبتفضل مرقبا من الشباك واول لما بتشوفه ركب عربيت وبتخرج بسرعة وبتكسر اللمبة لقدام بيتها وبتندع على جول يساعدها وبتقوله يروح يجيب لها لمبة تانية وبتستغل له مش موجود وبتاخد المفكات من شنطته وبتقدر تفتح شائط نيل وبتدخل تدهر في كل حتة خصوصا عند الشباكة اللي اتقتلت عنده نيسا وبتتفاجئ لما بتشوف فردة حلق مرمي على الارض فبتاخدها وبتحطها في جيبها لكن ساعتها بتتفاجئ بنيل وايما وراها وبيزعلها لانها دخلت البيت من وراها وبترودها وبعد لحظات بتتقابل انا مع سلون وبتحاول تقناع انها شافت نيسا مدبوحها قدامها فبتفكرها سلون بانها برضو بتشوف اليزابيس واكيدي تخيالات مش اكتر فبتنهر انا من العيات وبتقرر تروح لدكتور نفسي وهناك بتتعرف على مرضى غيرها وبتحكي عن مشكلتها وفي وقت الراحة بتشوف رحلة في الساحل الغربي فب قرر تسافر يمكن تنسى وفعلا بتاخد شنطتها وبتروح المطار لكن بتتفاجئ ان مفيش ولا رحلة طالعة للساحل غير السانة الجاية وبتتأكد ان نيسا ما سافرتش زي ما نيل بيقول وفي اسم الشرطة بتقابل انا لين وبتحكي لها عن المطار وان نيسا ما سافرتش وبتوريها كمان فردة الحلق اللي لقيتها وساعتها لين بترفض تصدقها وبتقولها اكيد سافرت مكان تاني ورفضت تعرف نيل مكانها اما عن فردة الحلق فده مش دليل لان مفيش جثة من اصله فبتحكي لها انا عن ريكسي وانها شافت صور ما بينهم فبتقولها ان ده مش دليل كافي على كلامها وبتعرف انها كان بتحقق مع القتل بنتها وحطته على جهاز كشف الكز لكن هو كان بيتكلم بكل برود واعترف انه ما قتلش او اكل حد وكانت وقتها عايزة تقتله عشان تخلص الناس من شره لكن مقدرتش وبتطلب من انها ترجع على بيتها وتشيل كل التخيولات اللي في دماغها وفي اللحظة دي بتخرج انا من اسم الشرطة لكن بتتفاجئ بكتابها على عربيتها فيها تحذير ليها اما توقف عن اللي بتعمله او هيكون الدور علي فبتركب عربيتها وبتقرر تكون محققة وتدور عن دليل بنفسها فبترجع على البيت وبتدور في مكتب دوجلس وبتقدر توصل لدفتر السجلات وبتتصل عليهم وبتديهم اسماء نيسا وريكسي يدوروا على سجلي ليهم فبتقولها تديها مهلة واول لما توصل لحاجة هتبلغها وبعد لحظات بيرين جرس الباب وبتكون ايمة وبتديها نوع الشوكولاتة اللي بتحبه فبتطلع انها تجيب دفتر الشيكات وبتجيب لها لعبة من لعب اليزابيث وبتعتذر لها اللي حصل وبتسألها عن اليوم اللي الشرطة جات فيه لو كانت سمعت خناءة مثلا فبتقولها ان ابوها ونيسا كانوا بيتخنقوا مع بعض ومعرفتش تسمع كلامهم لانه طلب منها تروح قدتها وتتفرج على تلفزيون وبتعرفها انه كان دايما كان بيتخنق مع امها بنفس الطريقة فبتقرب انا منها وبتقولها لو حست بالخوف تجيلها في اي وقت وبترجع انا على البيت وبتبدأ تدور عن موت ميردس وبتعرف انها غرقت في البحيرة واتهموا انه لوقتها بمحاولة قتلها وفي الوقت ده بنشوف ميردس وهي وقفة قدام البحيرة وبيظهر انها حامل ووقتها بتندي على امها تطلع من الميا لانها خايف عليها وبنعرف ان ميردس كان بتخاف جدا من الميا وما بتعرفش تعم وبتفضل تزعق لنيل لانه سيبها تعملوا واحدها من غير ما يكون جنبها فبيطلب من امها تجيب له حاجة يشربها وبيقول لي ميردس ان مش مشكلته انها ما بتعرفش تعم وبيعرفها نزيق منها ومتصرفاتها وبالغلط بتخبطه ميردس وبتدخل الصنارة في جسمه وبتعواره وما بيحسش بنفسه غير وهو بيرميها في المياه وبيشوفها بكل ب رود وهي بتغرق قدام عينه وبيتفاجئ لما بيلاين اما شافت اللي حصل وكل ده طبعا من تخيولات انا وبتبحث اكتر عن ميردس وبتعرف ان عندها اخت اسمها هيلاري فبتقدر توصل لانوانها وبتقرر تروح لها وفي اليوم اللي بعده بتزور انا هيلاري وبتدعي نها صديقة ميردس وكانت معها في دروس الفن التشكيلي فبتفتح هيلاري قلبها ليها وبتفرج على صور اختها مع اما بنتها وبتعرفها ان العلاقة بينها وبين نيل متوترة جدا ودايما بعد البنت عنها وانها خايفة جدا عليها لا ازيها وبتتفاجئ انها لما بتعرف منها ان معلمة اما وقعت من فوق المنارة بعد موتهم ما بقى سبيع وبعد شوية بتوصل انا على المدرسة وهناك بتتحاجج انها عايزة تدخل بنتها المدرسة لكن خافت من بعد ما سمعت بالحادثة اللي حصلت فبيحكي لها العامل ان المدرسة بترك كانت مع احد الفصول في رحلة للمنارة وفاجأة وقعت وما حدش يعرف اللي حصل بعد كده وفي اللحظة دي بتوصل انا للمنارة وهناك بتقابل عمل التشغيل اللي ما بتقدرش تطلع منه بمعلومة مفيدة وساعتها بت بتشوف المصوراتي وبتسأله عن الصور مين بياخدها بعد كده فبيعرفها ان المدارس بتاخدها يا كاتسكور فبتقي اسألها وبتمشي لكنه بيندى عليها وبيعرفها ان معا الافلام وبتدخل قط التحميد وبتقدر توصل للصورة اللي فيها امه واللي بتكون في الرحلة مع نيل وجنبه باتريك ووقتها بتتخالي ان كان في علاقة ما بينهم ولما حست باتريك انه السبب في موت مراته عرفته انها تبلغ الشرطة عنه فمسكها نيل غزب عنها ورماها من فوق المنارة واكتشف انها عورته في دراعه وعملته ندبة وب بتفوق انا من تخيلاتها وبتاخده السرعة وبتمشي وبالليل بترجع انا عالبيت فبتشوف بنت داخلها بتنيل وبتعرف انها مربيت اطفال فبتجيب لها حاجة تشربها وبتوقف قدام الشباك وبتتفاجئ لما بتشوف نيل معه شنطة كبيرة وبيحطها في صندوق عربيته وبتتأكد انها جثت نيسا فبتخرج وراها بسرعة وبتركب عربيتها وبتفضل ماشي وراها لحد ما بيقف قدام كازينو ولسوق الحظ بيشوفها نيل وبيتفاجئ انها ماشي وراه وبترقبه ووقت انا بتتهمه بقتل نيسا وكمان قتل باتريك وقتل مراته فبيدق جدا من تصرفاتها وبيوضح لها ان مالوش علاقة بموت مراته اي نعم التهم بقت لها لكن الشرطة برقته حتى المدرسة ويعت من فوق المنارة وبرضه ما عرفش حاجة عنها فبتسأله عن العلامة اللي في كتفه فبيقولها ان كلب الجريان خربشه وطفل وبيوريها علامة تانية في جنبه وبيعرفها انه اضبار على خوب كليته لكن جسمه ما قبلهاش ومات فبتقوله انها مصدقية لكن عايزة تشوف لجوة الشنطة وب وتتفاجئ لما بتشوف لعبة بتتكلم وبيعرفها انه من بعد موت مراته وحز بالوحدة عشان كده قرار يشغل وقته ويقدم عروض في كازينه وبيسيبها وبيمشي ووقتها بتحس انا بالزنب فبترجع على بيتها لكن ساعتها بيجي لها مكالمة من مكتب السجلات وبيبلوها ان ما فيش اي قضايا جنائية ضد نيسا اما بقى ريكسي فعنده قضايا جنائية وفجأة بيظهر ريكسي من وراها وبياخدها وبيدخل شاقتها وهناك اول لما بيشوف صغير لها مع دوجلس بيفهم انها متجوزة واكيد جوزة هيرجع قريب على البيت وبيطلب منها تبعات له رسالها بانه يروح السوبر ماركت فبتبعت انا رسالها لدوجلس والاول ما بيشوف رسالتها بيستغرب جدا وده لانها من وقت طلقهم ما حاولتش تتواصل معاه فبياخدها ريكسي وبيقعدها على الكنبة وبيسألها عن نيسا فبتعرفوا انها شافتها مقتولة في الشباك قدامها فبيستغرب كلامها وبيقولها انها لسه مكلمة من شوية وفجأة بتوصل الشرطة فبياخد انا على المبخ وبيحذرة تفتح بقها وإلى هيقة البنتها فبتقولوا ان البنتها ماتت وما فيش حاجة تقدر تخسرها وان كل اللي طلبها اجابات عن اسئلتها وبعدها بتفتح الباب للاين وزميلها واللي بتطلب منها تعملهم فنجاني القهوة وساعتها بتحكي لها عن نيل وانه واحد مخادع وازاي نيسا قدر اتسق فيه لكن انا بتتفاجئ انه عمل محضر فيها بعدم التعرض ليه والبنته وده طبعا بعد ما دخلت بيته من غير اذنه وبتلاحز لاين التوتر على انا وده لانها دايما بتبص على دلاب التخزين واللي بيكون ريكسي مستخب فيه فبتقولها انها محتاجة ترتاح شوية وبتطمنها انها مش تقرب منهم تاني وبعدها بيخرج ريكسي وبيحكي لان حكايته مع نيسا وبيعرفها انهم اتفقين من يومين يتقابلوا مع بعض واكيد هي زيفة خبر متع عشان ما ياخدش فلوس منها وبتتفاجئ انها لما بتعرف انهم كانوا نوعين يسرقوا نيل وبيحكي لها حكايته من اول يوم قبل نيسا فيه وانه كان راقص متعرف مالها ليلي وكانت هي وقفة على البار ولانها زهقت من ال روتين قررت تصاحب الرجال العواجيز وتستغل تعطفهم معها وحبهم ليها بانها تاخد منهم فلوس على اساس ان اخوها وعنده سرطان ومحتاجة تعالجه وبعد ما تاخد الفلوس تفضل تزهقوا لحد ما تسيبوا لانها زهقت من العواجيز فقررت تصاحب الشباب وده لما شافت اعلان وفاة ميريدس فقررت تدخل حياة نيل واللي اعجب بيها من اول يوم شافها فيه لكن خطتها فشلت لما عارفت ان عنده بنت وقتها وقرر ينصحب لكن هي دايما كان بتفكروا ان الحساب البنكي ب اسمها وانه ما يقدرش ياخد منها مليم واحد وبيعرفها انها كاملت في خطتها لوحدها وبيوريها الرسالي اللي بعثتها له من يومين وانها اكيد موجودة في مكانه قريب فبتقوله انه انه هو طيب جدا ونينيس استغلته مش اكتر وهو ما يسحقش ده وفجأة الباب بيخبط وبتعرف ان دوجلس فبتخرج وبتطمنه على نفسها بعد ما بيسألها ازاي بعد المدة دي كلها تبعت له عشان يروح السوبر ماركت فبتعتذر له على اللي حصل فبيديها دوجلس الطلبات اللي طلبتها وبيعرفها ان وجاب لها الشوكولاتة اللي بتحبها وبيودعها وبيمشي وبتزعل انك جدا لما بتشوف واحدة معا في العربية بس بتنسى كل ايدها ووقت ما بتلاقي نور قدد بنتها مفتوح فبتطلع الاوضة وبتزعل لريكس اللي انه داخل من غير ازنها لكن ساعتها بتوريله لعبها وبتقوله ان ايزابيست كان نفسها يكون عندها سلحفة لعبة وان ابوها ادور لها كتير عليها لكن ما لقاش وبتفكر وقت ما طالبت من دوجلس ياخدها معا الشغل لانها ما كانش بتعرف ترسم في وجودها وبتشوف نفسها ان هي السب بها لوحدها لكنه بيحط ايده على كتفاء وبيتأسف لها فبتقرب منه انا وبتبوسه وبتقوله انها محتاجة يكون معها وبتقفل الباب ووقتها بينبح كلب الجران بس الصدمة لما بنشوف جزة نيسا مدفونة في الجنينة وتاني يوم بتصحق انها من نمها وبتندي على ركسي فما بيردش عليها وبتتخيل انه مجرد وهم زي ما متعودة بس بتفرح لما بتشوفه قدامها وهو قف المبخ وبيحضر له الفطار ووقتها الجرس الباب بيخبط وبتتفاجئ بلاينه مع الشرطة فبتاخدها على برها بسرعة وبيدخلوا ويقبضوا على ركس بتهم تقتلوا لنيسا بعد ما لقوا جزتها وبتحس انها باحسس وحش جدا واستجرانها فبتاخدها لاين وبتقعد معيها وبتسمعها مكالمة بالريكس ونيسا وبيهددها بالقتل وبتقولها انه اكيد ما قتلهاش لانها جميلة وعجبته وحب يعمل علاقة الاول معيها وقبل ما تمشي بتطلب منها تخلي بالها من نفسها وتعيش حياة عادي ولكن اي حاجة حصلت واول حاجة بتقرر ان اتغيرها هي انها تبطل شرب خمرة فبترمي كل از اللي دايما بتقعد عليه وقع عليه مشروب ومغير لونه فبتقرأ كتاب عن ازاي تكون نجار وبتقدر بكل بساطة ترجعه لطبيعته زي ما كان وبتقعد على الكرسي يوم مبسوطة بالانجاز اللي عملته وساعتها بتتصل سلونة عليها وبتعزمها يخرجوا مع بعض وبالمرة يروحوا صالون تجميلة يعملوا ضوافرهم وبعد لحظات بنشوفهم هما الاتنين وبتحكي لها انها انها نويتاش حياة طبيعية غير اللي كانت دايما عايشيها فبتنصحها سلون تشرب قهوة او لما تصحى من النوم هي تفرق معها جدا وبيفضلوا يهضروا مع بعض فبتعتذر لها انها لانها فضلت مستحملها طول السنين اللي فاتت وكانت جنبها في اسوأ حالتها ومع ذلك فضلت مكملها معها ورفض اتسابها على العكس ناس كتير غيرها فبتقولها سلونة انها تفضل معها وهتقعد على قلبها وبتحكي لها ان جالها عرض من شركة في بلد اسمها سوهو هيفتحوا معرض هناك وطالبين تكون معاهم وبتقول لها انها مترددة توافق ولا لا فبتقنعها انها تسافر وبتعرفها انها فرصة وجات الحد عندها ولما بترجع انا عالبيت بتطلب من جولي ساعدها فتح الباب وده اللي انها عاملة دوافرها ومش تعرف تفتحه فبيفتح لها الباب لكن ساعتها بتتفاجئ بان مصمار دخل جوه ايده فبتاخدوا معها وبتغيرلوا على الجرح وبتقولوا انه معهم من زمان ويعتبر واحد من العيلة فبيبصوا على صورة اليزابيث وبيقولها انها وحشدوا جدا فبتبصروا بكل امتنين وبتعرفوا ان عيد ميلادها بكرة وفي تاني يوم بتروح انا المقابر ويمسكة طاجن من اللي بتحبوا اليزابيث وبتتفاجئ لما بتشوف صلحيفة قدام قبرها وكارتة هنئة من ابوها بذكر ايد ميلادها فبتفرح جدا وبتقول لبنتها انها بقت شخص مختلف تماما وقررت تبدأ حياتها من جديد وبيقطع كلامها نيل واما هما لابسين سوت فيسود وده بعد ما كانوا بيحضروا دفنة نيسة فبيقولها ان اما حالتها صعبة جدا من بعد اللي حصل وانها بقت خافلة تتعود على حد من تاني ويروح منها فبتقدم لها الطاجن وبتقولوا انها موجودة في اي وقت لو حتاج مساعدتها وفي الوقت اللي بت بتحاول ترسم لوحها وبعد ما بتخلاصها بتمضي باسمها فبتليل باب يخبط وبتتفاجئ بلاين وازم لها سايبر قدامها ووقتها بتقول لها ان ريكس يخرج من السجن وده لان ما فيش دليل ضده وقدر يثبت كان في مللت الحادسة فبينده سايبر عليها وبيقولها ان اسلاح الجريمة مطابق وبنعرف ان ينيسة تقتلك بسكينة رسم فبتحاول انها تدفع عن نفسها وبتقول لها انها ما تقدرش تقتلها والعمرها فكرت لكن بتتفاجئ لما بتشوف رسمها رسمها لها مع نيل وقيمة ومك بتجاه اللاين كلامها وبتاخدها معها اسم الشرطة وبيجيلها تخيولات انها قتلتها لكن مش فاكرة امتى وفين وفي اسم الشرطة بتحقق اللاين مع انا وبتقول لها نجاريتها كارول قالت انها ديتها بسكينة رسم فبتضحك انا على كلامها وبتقول لها انها كان بتغسل الفرش ونسيت ان السكينة كانت في ايدها وانه كان سوق تفاهم واعتذرت منها فبتكمل اللاين كلامها بان كارول شافتها ويبتتكلم مع نيسة وحصل بينهم مشدة كلامية فبتحكي لها انها رامت الالوان في الزبالة اللي كانت جايبها دي الامة وكان المفروض تسألها عن سبب رميها ليها وبيقطع كلامهم ووظف البصمات وبياخد بصمات انا عشان يرفعها وبعدها بتسأل علينا عن السبب اللي بخالها ترسم ورد بس فبتحكي لها انها في بدايتها كان بترسم مناظر طبيعية وبالصدفة رسمت كلبتها كأنها موناليزة ودخل كل الناس يعجبوا برسمها ويطلبوا منها ترسم كلابهم لكنها وقفت رسم لما حملت في إليزابيس وساعتها ظاهر عليها اعراض الولادة المبكرة وفضلت موجودة في المستشفى لحد يوم الولادة لانها لازم تفضل مرتاحة في السرير وفي يوم دخلت الممرضة عليها بباقة ورد وكان اجمل ورد شافته قدامها وعلشان كده قررت ترسم من تاني ووقتها صنع لها دوجلس وجويل حامل رسم عشان تقدر ترسم واو لما شافت حامل الرسم فرحت بي جدا وشافت ان عمرها ما انسجمت مع حاجة زي ما انسجمت مع الورود وفضلت ترسم ثلاث شهور في الورد وده بالنسبة لها كان افضل انتاج ليها لحد ما ولدت إليزابيس لكن لما ماتت ب طالت ترسم فتقول لها لين ان اكيد بعد كل اللي حصل في حياتها هيكون عندها دافع للقتل وبتقترح عليها ان يكون معها محامي احسن فتتعصب انا جدا من كلامها وبتقول لها ان عمرها ما تقتل وفي اللحظة دي بتدخل الشرطية وبتلبس لانا الكلبشات في ايديها بتهمت قتل نيسا وده لان بصمتها طلعت متطبقة مع بصمت السكينة وبتترحل انا على الحجز وهناك بتحلم بكابوس ان دوجلس بيزورها واخدها على حفلة فرحه واتصدمت لما شافت عرسته فدبحتها بالسكين وبتفوق من نومها وهي مرعوبة من المكان وفي تاني يوم بتخرج انا بكفالة مع سلون وبتكون متضايقة جدا ومحتاج حد يصدقها بانها مقتلتش حد وبعدها بترجع البيت فبيزورها نيل وبيقولها انه شاف الشرطة ويبتقبض عليها ومتهمينها في جريمة قتل نيسا وبيظهر مسدس من جيبه وبيحظرها تقرب منه او من بنته اللي هيقتلها فبتزعل انا جدا من كلامه وبتدخل وهي منهارة وبتقعد على الارض وبتروح في النوم وبعد شوية بتصحق انا من نومها وبتقوم تدور على كحول تشربه لكن بتفكر انها رميته كله في الحود فبتفضل تسرخ على حظها وساعتها بتسمع صوت جاي من المغزن اللي فوق فبتاخد السكينة وبتطلع على فوقها خايفة وبتشد سلسلة السلم لكن فجأة بتتصدم لما بتلاقي دم وقع على الارض وبتشك انها قتلت نيسا فبتجر بسرعة وبتمسك تليفونها وبتتصل على الدكتور بتاعها وبتقول انها متهمة بجريمة قتل وشافت دم في الدور اللي فوق وبتعترف له انها كانت بتشرب الكحول مع الادوية اللي بتاخدها وما كانتش بتنفس كلمة من كلمه وبتنهرم العياد بانها كانت فعلا بتتمنى حياتها وكانت عايزة تكون زيها فبيطلب منها تهدى وبيقول لها انه عارف ان مش هيها لقتلتها زي ما عارف ان مش مجرد دكتور نفسي بالنسبة لها وبيظهر انها طول الوقت ده كان بتكلم دوجلس وهي ما تعرفش فبتقول له انها السبب في موت بنتهم وان لولا انها طلبت منه ياخدها معاه لشغل وما كانتش ميتت فبيقول لها ان هو السبب لانه سابها لوحدها في القوضة مع القاتل وخرج وان هو المسؤول عن موتها وبيكمل دوجلس كلامه وبانه بيحبها وان هو اللي ضيعها من ايده بالرغم من كل درجاته العلمية الا انه كان جاهل تماما في الحب وما كانش يعرف يحبها زي ما بتحبه وبيشجعها تطلع الدور اللي فوق وبيقولها انه يفضل معيها وفعلا بتقدر انها تتحدى خوفها وبتمسك سلسلة السلم وبتنزلها وبتطلع على فوق وبتتفاجئ بانه مجرد لون احمر واقع على الارض لكن ساعتها بتتصدم لما بتشوف رسمها رسمتها لنيسة لما كان بتتمرن وبتفتكر وقت ما كانت بترسمها وانها فعلا قتلتها بس قتلت الل بس ازاي والسكنة كان عليها بصمتها فبيقولها دوجلس ان اكيد حد دخل بيتها واخد سكنة الرسم من عندها ووقتها بتشوف انا الجوانتي اللي بيلبسه جويل وبتتصدم لما بتلاقي المكان اللي بينام فيه وبتقوله انها كانت شك ان في حد في بيتها وده من الاصوات اللي كانت بتسمعها مش مجرد ان البيت قديمه خلاص وبتسأله عن جويل ومعرفته بيه فبيحكي لها انه كان مريض عنده واقعاد تأهيله لانه كان مجنون جنائيا بعد ما قتل كل افراد قيلته بمطرقة فبتتصدم انا من كلامه وبتفضل تزعله وبتقوله ازاي خلي قاتل يعيش ما بينهم وانو امرها ما كانت تتوافق ابدا لو كانت قارفت حكايته فبيسأل عن جويل فبتقوله نعم اتعرفش مكانه وفجأة نور بيقطعه وبتشوف جويل من الشباك وورايح ناحية بيت نيل وفي ايده مطرقة فبتفضل تسرخ وبتندع عليه وبتجرب بسرعة عشان تلحاو بس لسول حظ ان الجو بيكون بيمطر وده بيخليها ما بتقدرش تستحمل وبتقع على الارض وبيترمي التليفون من ايدها فبيسمع دوجلس صوتها هي بتسرخ وبيضطر يسيب الحلل في ايده وبيروح لها بسرعة اما انا فبتشوف قدامها اليزابيس وبتقرر تلحق ايما قبل ما هي كمان تقتل وبتقدر بكل صعوبة تصحف على الارض لحد ما بتوصل لبيت نيل لكن الصدمة لما بتدخل وبتلاقي جويل مرمي على الارض غير انف دمه وبيقولها ان الجال وجوابات بالغلط لهم وكان بيسلمها فبتقول لنفسها ان بما ان هو مش القاتل يبقى اكيد نيل وبتسمع صوت ايما وهي بتترجايب ايد عنها فبتجري عليها تلحقها فبتت صدم صدمة عمرها لما بتشوف نيل مقتولة على الكنبة واما مسكة سكينة في ايدها والدم كله مالي وشها فبتقول لها اما ان عيبهم الوحيد ان هم بيستخفوا بالاطفال وقدرتهم العجيبة حتى انها مش مصدقة نفسها ان ممكن تقتل وبتعرف ان هي اللي قتلت نيسا وده لما رفضت تجيب لها الشوكولاتة اللي بتحبها وكان قتلها سهل جدا لان السكينة اللي قتلت بيها كانت عليها بصماتها وبتقول لها انها استغلت انشغالها لما كانت بتجيب دفتر الشيكات وقدرت تدخل وت تاخد سكينة من اللي بيستخدمها في الرسم فبتسألها ان زي قدرت تقتلها وابوها كان موجود في البيت فبتقول لها لانه ببساطة كان في الحمام والماء مفتوحة وكان بيتضرب على اللاعبة وازي يتكلم من بطنه وكان مش حابب حد يسمعه وعشان كده قتلته وبتكمل اما كلامها بان هي اللي قتلت امها وده لما فكرت تجيب طفلي تاني من غير ما تاخد رأيها وبتحكي لها ان يومها خلاصت مشروع اللي كان بتعمله تحت المية وكان كل اللي عليها انها تستدرج امها لطرف البحيرة وهناك رميتها في الماية بكل برود ووحشية فبتقول لها انها مش هتفلت بعملتها وهيتقبض عليها فبترد اما بان ما فيش غيرها اللي عارف الحقيقة وعلشان كده هتقتلها بعد ما تبلغ الشرطة انها قتلت ابوها وحاولت تقتلها يا كمان فبتقول لها انها مجنونة فبتضربها اما بالسكينة في بطنها وبتقول لها ان مدرستها قالت نفس كلمتها قبل ما تحدفها من فوق المنورة وبتفضل تضرب اما بكل حاجة قدامها وفي الاخر بتاخد مسدس ابوها وبتضربها برصاص في ك فبتحاول انا تدفع عن نفسها لكن ما بتقدرش عليها وبتمسك اما تاجن الرز وبتضربها على دماغها وبيغم عليها وفي اللحظة دي بتتصل اما على الشرطة وبتبلغهم ان جاريتها قتلت ابوها وكانت عايزة تقتلها لكن هي قتلتها دفاعا عن النفس وبتديهم العنوان ووقتها بتتفاجئ اما لما بتشوف انا لسه عايشة فبتاخد سكينة من المبخ وبتقرب منها عشان تقتلها وبتقول لها انها ما كانتش حبة دي تكون نهايتها وانها حذرتها تبعد عن القضية وما تدخلش بس هي ما سمعتش كلامها وقبل ما تغرس السكينة في قلبها بتمسك انا قطع من التاجن المكسور وبتقتلها بيه وبيوصل دوجلس في الوقت المناسب وبيلحقها وبينقلها على المستشفى وبعد شوية بتظهر انا في المستشفى وبتزورها لاين وبتطمن عليها وبتعتذر لها لانها ما صدقتش كلامها ووقتها بيدخل دوجلس فبتقول لها انه لولا كان زمانها متهمة بجريمة قتل نيل وقيمة وبتفرح انا جدا لما بتعرف ان نجويل استعيش ووقتها بيقعد دوجلس جنبها وبيعتذر لها على كل العمل وانه غ قولت فعلا لما ما عرفهاش ان جويل كان عايش معيها وبيمسك ايدها وبيقولها ان هو يفضل طول الوقت جنبها ومش يبايد عنها وبعد فترة بتظهر انا ويا بتحضر وجبة لجويل وبتاخدها للمغزن وبتقدمها ليه فبيعتذر لها لانه سكن من وراها وبيقولها انه عمل كده لانه ما كانش ينفع يسيبها تقش لوحدها لانه كان خاف عليها وبعدها بنشوف سلون في المعرض بتاعها وهناك بنتفاجئ انا لما بتتبع لوحة من لوحاتها ووقتها بيجي لسلون مكالمة من الشركة بخصوص العرض اللي مقدمينه فبتطلب انها توافق عالصفر وانها ضحت كتير علشانها ولازم تجربت ايش حياتها فبتوافق سلون وبتطلب منها تبقى تزورها في اول فرصة وبعدها بتشوف انا دوجلس في المعرض وبتفرح جدا بوجوده لكن بتدق لما بتشوف نفس البنت معها فبتمشي فبيندع عليها وبيباركلها على لوحتها اللي اتبعت وبيعرفها على زملته كلير وبيقولها انها بتشتغل معها دكتورة نفسية فبتضحك انا لانها كانت فاكرة انهم مرتبطين فبياخدها دوجلس عشان يو وبيقولها انه محتاج مساعدتها عشان يلاقي المكان يعلق اللوحة فيه فبتتفاجئ لما بتعرف ان هو اللي اشترى لوحتها وفجأة الجهو بيمطر فبيقولها دوجلس تدخل جوة معي لكن المرة دي بتقرر انها تواجه خوفها وبتفرح جدا بالمطر وبترقص تحت المطر ويا مبسوطة وبعد سنة بتظهر انا ويا في المطر ومسافرة تزور سلون وتقضي معها كم يوم ووقتها بنعرف ان انا رجعت لدوجلس وخلافة بنت وبيقولها تستمتع برحلتها وانه هيقدر يتصرف في غي بتشرب انا وبتاخد الدوة بتاعها وبتقعد تقرأ في كتابها المفضل لكن وقتها بيقرب منها واحدة ستة وبتقولها انها قاعدت مكانها وبتقعد الست وبتمسك مرايا وبتشوف نفسها وساعتها بتروح انا في النوم واول ما بتصحى ما بتلاقيش ستة العجوزة جنبها فبتدخل الحمام وبتتفاجئ لما بتشوفها مقتولة فبتترعب وبتندق على مضيف الطيارة وبتقوله يروح معا للحمام لان فيه جريم يتقتل لكن الصدمة لما بتلاقي الحمام فاضي فبياخدها على مكانها وبيقولها اني ما كانش في حد د جنبها فتعد ويمتوترة وخايفة لتكون بتتخيل زي كل مرة بس المرة دي بتشوف المرايا اللي كتماسكها وبتقرر تعرف حقيقتها الفيديو ده كتبته داليا محمود وسجله محمد طاهر ده اللي هو ناعي ومنتجه محمود طاهر وما تنسوش تعملوا فلو صفحة فيلم في الخمسين عشان تتابعوا الملخصات الدرامية وفلو صفحة محمد طاهر عشان تتابعوا الملخصات الكوميدية وفلو صفحة هكونة مطاطة عشان تتابعوا ملخصات الانيمي والكارتون سلام